وللمزيد حول آخر تطورات في قطع غزة واللزمات الإنسانية المتفاقمة بسبب استمرار العدوان وكذلك محاولات نتنياهو للحصول على المزيد من الدعم الأمريكي خلال خطابه أمام الكونغرس معنا عبر اسكايب من أسطنبول المختص في شأن الفلسطيني الأستاذ صلاح الدين العوودة حياكم الله أستاذ صلاح الله حيكم حياك الله مساء الخير لك أولا سلام مشاهدين مساء الأنوار أستاذ صلاح يعني بداية إسرائيل كما تعلم وضعت ما يزيد عن 80% من مناطق قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء وفقا لوكالة الأنروا السؤال هل بقي في غزة مكان آمن يلجأ إليه النازحون من سكان القطاع بعد كل هذه الموجات من التهجير والنزوح القصرية على مدار أشهر وفي ظل هذه الظروف غير الإنسانية طبعا أمر مؤسف جدا من بداية الحرب لا يوجد مكان آمن يعني المناطق التي يعلن عنها الاحتلال آمنة لم تكن آمنة وتم قصد الناس وقتلهم في أماكن الليواء في المدارس في المستشفيات في المخيمات وكل يوم أمام تراجيب جديدة أمام مجزرة ومشهد مؤلم جيد من هذه الإبادة وكلمة آمنة لا تنطبق على أي شبر من قطاع غزة الذي يتعرض للقتل والقصف والتدمير في كل لحظة وفي كل يوم وفي كل مكان نعم أيضا إذا تحولنا إلى خطاب نتنياهو أمام الكونغرس يعني ذكر أن هجوم السابع من أكتوبر لربما يعني يشبه هجوم الحادي عشر من أيلول سبتمبر الذي وقع في نيويورك في الولايات المتحدة مضاعفا عشرين مرة يعني نتنياهو بهذا التشبيه ما الذي يهدف إليه؟ هل يهدف إلى استعطاف الشارع الأمريكي أم إلساق تهمة الإرهاب؟ أم ماذا؟ لا هو ليس غريبا على نتنياهو والطريقة التي يسوق فيها نفسه كممثل للحضارة الغربية ممثل للولايات المتحدة ورأس حربتهم في صراع الحضارات ضد الإسلام والمسلمين إذا تتبعنا خطابات نتنياهو منذ كان بداية الثمانينات في الولايات المتحدة منذ كان في موقع رسمي كممثل للكيان الصيوني في الأمم المتحدة وكان يلتقي مع المنظمات المساندة لإسرائيل في داخل الولايات المتحدة وهو يتبنى نفس هذا الخطاب هو قريب جدا من الصيونية المسيحية من التيارات المحافظة التيارات المتطرفة الصيونية المسيحية كما هو قريب من هذه التيارات في داخل كان الصيوني يعني اليمين الصيونية الصيونية الدينية صيونية الاستيطان والإرهاب العنصرية الفاشية بتقديرات إسرائيلية بتوصيف المعارضة الإسرائيلية وبالتالي هو هناك قريب من هذه الموجة هو يخاطب هذه التيارات هذه الشرائح التي انتخبت ترامب المرة الماضية واليوم متوقع أن تنتخب ترامب هو يستحف فيها هذا الشعور العنصري العذائي ضد الإسلام والمسلمين يقول لهم ادعموا إسرائيل حتى تنتصر على أعداء الحرية أعداء الولايات المتحدة هو يخاول الربط بين إسرائيل والولايات المتحدة بأنه الشركاء في نفس القيم وهم فعلا شركاء في نفس قيم المجازر والقتل ضد المسلمين وأيديهم منطخة بالدماء بنفس الطريقة وكلاهما ينظر لنفسه واحد حقوق إنسان وعدالة ويريد أن ينشر هذه العدالة وحقوق الإنسان في العالم طيب يعني خاصة أنه أكد أيضا أن على إسرائيل والولايات المتحدة الوقوف جنبا إلى جنب كي ينتصر كما وصفه كي ينتصر التحضر يعني هذا الخطاب كما ذكرنا لربما وقعه معروف بالنسبة للوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة ولكن بالنسبة لهذه البروبوغاندا والسردية الإسرائيلية هل باتت تنفع أمام المجتمع الدولي والولايات المتحدة كشارع نتحدث هناك الشعب والجمهور الأمريكي طبعا هي يعني جذلية أو تناقض حقيقي بين ما نراه من حراك في الشارع الأمريكي تجاه حقوق الإنسان تجاه حقوق الفلسطينيين وضد الإجرام ضد الإبادة وبين الموقف التاريخي للإدارة الأمريكية في دعم الكيان وموقف المخافضين تحديدا موقف الجمهوريين موقف الإنجليين والصيونية الدينية في دعم الكيان بدون قيود ولا شروط وممثلي السياسة الخارجية وممثلي الأمن في الولايات المتحدة هم أقرب لنتنياهو عموما هذه جدلية بين دعاة حقوق الإنسان من جهة والديمقراطية من جهة وبين دعاة الأمن وأصحاب الريال بوليتيك الذين ينظرون إلى المسألة بمصالح أمنية وبخلفية أيدولوجية عدوانية تجاه المسلمين وتجاه الفلسطينيين تحديدا تحديدا الولايات المتحدة فيها ارتكازات أو مرتكزات المرتكز الأول الذي تحدثت عنه أنت وهو المظاهرات والشارع وهذا ينتمي إلى مرتكز حقوق الإنسان والحرية التي هي جزء من الدستور الأمريكي التي ينص عليها الدستور الأمريكي وهي تمثل الإيدياليزم في الولايات المتحدة أو المثالية وبالتالي من الطبيعي جدا أن نرى هذه المظاهرات ونسمع هذه الأصوات في الولايات المتحدة لكن في التيار الآخر ريال بوليتيك الذي يتحدث عن مصالح الولايات المتحدة وعن المخاطر التي تهددها وأنها في حرب مع قوى الشر في مستوى العالم هؤلاء ناس عنصريون وهؤلاء يمثلون المؤسسة الرسمية في الولايات المتحدة وبالتالي فيما يخص بمماطلة بن يمين نتنياهو يعني المماطلة والاستمرار في هذا العدوان المستمر منذ أكثر من تسعة أشهر هناك من يرى أن نتنياهو يماطل ويماطل حتى ربما يعني يحاول الاستمرار بالحرب حتى فوز الرئيس أو الرئيس السابق دونالد ترامب ومجيئه إلى البيت الأبيض هل ترى ذلك بالفعل؟ هو يعني هذا السياق صحيح أن هناك انتخابات أمريكية وهناك تعويل على أن ترامب قادم وسيكون ترامب حليف لنيتنياهو على المستوى الشخصي وداعم لإسرائيل بدون قيد أو شرط وحتى بالتصريحات يعني بايدن كان يدعم إسرائيل بكل شيء لكن كان يصدر تصريحات من نسبة لنتنياهو ليست مريحة وكان يصدر عنه انتقادات ما يريده نتنياهو أن يأتي رئيس لا ينتقد إسرائيل ولا يقوم بأي خطوة تزعج إسرائيل في هذه الحرب بعد التعويل عليه من الترامب ولكن عفوا هل مشكلة بن يمين تنياهو هي خارجية هي من الدعم الأمريكي أن باتت اليوم هي مشكلة داخلية هي مشكلة داخلية لكن أيضا هو يحاول أن يخفف يعني من حجم الانتقادات له سواء من الداخل أو من الخارج وهو ينجح للأسف في هذا على هذا الصعيد يعني على الصعيد الداخلي كانت شعبيته في الحضيط بداية هذه الحرب ولكن الآن شعبيته عادت إلى الصعود الآن هو مرشح بقوة للفوز في ولاية جديدة في حالة حصلت انتخابات وعلى الصعيد العلاقة الخارجية اجتاز مرحلة صعبة مع بايدن على الأقل من وجهة نظره والآن سواء تغير الديمقراطيون أو بقوا في الحكم عمليا هو وطد وضعه جيدا في علاقاته مع الولايات المتحدة وفي الداخل وبالتالي هو يشعر براحة أكثر للاستمرار في الحرب سواء جاء ترامب أو لم يأتي يعني هو يجهز نفسه على أنه قد تأتي هاريس للرئاسة والتي رفضت مقابلته أو حضور خطابه ويستمر في النضال من وجهة نظره للتعبير عن وجهة نظره وعن الموقف الإسرائيلي وحث الإدارة الأمريكية حتى لو كانت ديمقراطية للوقوف إلى جانبه ودعمه لكن بكل الأحوال في حالة فاز ترامب هو بالنسبة له سيكون يعني تخطيط كبير عنه وستكون أخبار سارة ولذلك هو أيضا يعني يسوق أمام أنصاره بأن العلاقة مع المولايات المتحدة قوية وستزداد قوة ويراهن في ذلك أيضا على أن ترامب قادم وستشهد نوع من الراحة العلاقة بينهم نعم إذن كنت ضيفا عبر سكايب من أسطنبول المختص في الشأن الفلسطينية الأستاذ دا صلاح الدين العواودة شكرا جزيلا لك